بدأت صباح اليوم في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان شرقية بشمال غربي إيران مراسم تشيع الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين بعد مقتلهم في حادث سقوط المروحية يأتي ذلك في الوقت الذي انتخب فيه مجلس خبراء القيادة محمد علي موحد كرماني رئيسا للمجلس بأغلبية 55 صوت إيران تتشح بالسواد مع بدء مراسم تشيع جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه وأبرزهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية بشمال غربي إيران بعد أن لقوا حتفهم في حادث تحطم المروحية ألاف الأشخاص احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا الآخرين في الحادث فيما ستقام غدا مراسم التشيع في طهران بحضور وفود وضيوف أجانب على أن تتم مراسم دفن رئيسي الخميس المقبل في مدينة مشهد في غضون ذلك تم الإعلان عن انتخاب محمد علي موحد كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة بأغلبية خمسة وخمسين صوتا ومن المقرر أن يتولى كرماني رئاسة المجلس لمدة عامين وفقا للنظام الداخلي للمجلس انتخاب كرماني جاء في افتتاح جلسة لمجلس خبراء القيادة بحضور الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر ومسؤولين آخرين ضمن دورته السادسة في الأثناء تم الاتفاق على تحديد الثامن والعشرين من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران وذلك خلال اجتماع في مكتب الرئاسة في طهران